بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المكتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماذ مشاء بنمين مناع للخير معتد أثين أتل بعد ذلك ذنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين سنثموا على الخرطون إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن اغذوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتقافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاضين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا غاغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تقيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك ذعين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ثاق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فدرمي ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكبوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبد بالعراء وهو مدموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفرون يزنقونك بأبصارهم لما ثمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين